السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله للاعيشها برك الله فيك أستاذ يا اهلا وسهلا بيك برك الله فيك هي اسمي سهلا لا إيجا 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 انا هي عقصي مرحبا مرحبا مشارفين للا السراحة نهار كبير هذا اللي قبط المرخط اليوم غير هي كان عنده واحد سؤال حال ديك اطلبني باش انا ننطف بيكم مرحبا برك الله أستاذ ما كان فهمش ان شو ما شلحة كنفهمه بقلبي ولكن اللغة ما كنفهمه شوية كنتمينا نتعلم ان شاء الله قريبا اه اذا عموش نقدر ندو وزهات هدريا بشي حاوم نعود نترجم ديكم ما نمنبه احسن فضلي ايام زيانا لا برك الله فيك أستاذ وخه وحدك نعم مرحبا اهل السلام عليكم الشريفة سلام عليكم سيدي مرحبا مرحبا سباح الورد والفل واليسمين اهلا وسهلا الله يزاديك بخير يا اهلا مرحبا الله يزاديك بخير لا كتور بك اللهم امنا لا شكرا لك لا خليك لينا برك الله فيك الشريفة الله يزاديك اهل سيديك وحد سؤال مرحبا واشلو دو ديال جوب الحمان دايزو لا لا ايه وخا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فسبح الله العظيمين ان لا ايزة تكلمة بالعربي الفصحة ما شاء بالدريجة تكلمة بالفصحة وقالت سؤال مهم للغاية سولة للحمام هنا باش تعرفوا الناس الامازيغيين فيهم الحياة وفيهم الحشمة لان الحمام حقيقة تنرى في مشكل واش الحمام حالة او الحرام الحمامات لم تكن اصلا في عهد الرسالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك حمامات عمومية كان الحمام في البيت كل دار الا وعنده حمام داخل دياله بحال في البوادي كان القول بادي يكن الخيمة وكين الحمام داخل الخيمة كي سخنوا ماليه وكي عموا فيه تما افراد الاسرة فيما بينهم فالفكرة ان هناك حمامات غد ظهر في المجتمع جاءت متأخرة وبالضبط ظهرت مع الفتوحات الاسلامية مع الروم والفرس وانتشرت في الاهد العثماني مع الاتراك الحمام التركي ثم بعد ذلك صارت في البلاد الاسلامية حمامات عمومية كما في مغربنا عندنا حمامات عمومية غد القوة حديث نبوية تنهى عن ولوج الحمام لكنها بطلة العلماء ردوها قالوا لماذا ردوها واش من السند او المتن قال لك من الوضع التاريخي لان النقد للحديث يكون اما في السند ويكون اما في المتن ويكون اما في مضمونه من حيث الخلاف للمعطاية التاريخية المعطاية التاريخية تفيد بانه لم تكن هناك حمامات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كل ما ورد من حمامات في السنة فهو احدث يقول بانها بطلة او موضوعة لكن هناك اذاب الحمام مزئا سكيد خلك السخنعظيمات في النظافة والنظافة من الايمان لكن المشكلة اين تكمن وهو حينما يكشف الناس بعضهم على بعضهم العورات هنا حرام هنا يدخل التحريم فالحمام له اداب حينما يدخل الحمام العمومي فهو طالب للنظافة والنظافة مطلوبة والدين جاء بالنظافة والنظافة من الايمان اذا هنا الامر الى حد هنا حلل لكن لما ندخل الى الحمام والرجل يكون كاشفا عورته كي ينبسوا حد اللباس لهو غير محتشم والمرأة قد تكون بغير لباس وينظر النساء بعضهن الى بعض هنا تكمن الحرمة فعورة الرجل كما يفي الصنة من الصرة الى الركبة الرجال عورته من الصرة الى الركبة وفي رواية اللي هي اقل تخفيفا قالوا من الصرة الى الفخد لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان جاءت على واحد البئر كيتبرد وكانت الحرارة مفرطة وكان كاشفا عن فخده حرارة مفرطة والماء شوية بارد كاشف عن فخده فدخل عليه سيدنا ابو بكر الصديق فبقي على حاله وفقاك يتكلم معهم وفي لحظة دخل سيدنا عمر ابن الخطاب وبقي على حاله ثم لحظة اخرى دخل سيدنا علي وبقي على حاله وفي لحظة دخل سيدنا عثمان فاذا بالنبي غد يقفز استوى وغطى الفخد فلما خرجوا امنا عائشة رضي الله عنها كانت فقيها زوجته قالت يا رسول الله لما دخل الصحابة الثلاث ابو بكر وعمر وعلي ومن هم في مقامهم كنت كاشفا عن فخدك ولما دخل عثمان رأيتك استويت اقفزت من المقام ديالك فقال يا حائشة الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة فسيدنا عثمان يسمى حيي الملائكة استحي منه لذلك العلماء فقهيا قالوا معناه ان الفخد ليس بعوره مادم النبي الكريم خلى سيدنا عمر وعثمان وعلي وابو بكر ينظرون اليه فالعورة ديالرجال خلاصة الكلام انها تكون من السرة الى الركبة او من السرة الى الفخد الراجل يخصوني مثل الشرط ها يدخل الحمام اما المرأة فهي العورة المغلضة خصوصا في وسطها لا بد ان تستر نفسها والستر جميل باذن الله تعالى ورب الله يستر علينا جميعا فكن شكرك للا ايزا على هذا السؤال الفقه وللا ايزا كتقول لك راجل دا الحديثة ولا الاولاد في الخدمة هما من اقليم وارزازات وارزازات اقليم جميل اقليم سياحي بامتياز اقليم ديال التمور اقليم ديال الخيرات وكاللقوا في المشاريع ضعيفة لماذا؟ هذا مشكل كبير ان من الدين من الدين لكي نقيم الدين لا بد ان نقيم الدنيا فالدين يتقوى اذا كنت الدنيا قوية فهذا مدعات لاننا نقيم الشاريع تنموية في هذا الاقليم وغيرنا الاقليم الفقيرة وارزازات اقليم جميل منظره يندهش بطبيعته الخلابة بسمائه الزرقاء برماله الذهبية بنخيله المنبتة في كل مكان والتمور اشكال والوان ثم المياه لكنف الاودية وطبيعة ابنائه طيبوبة كبيرة جدا وتواضع شديد جدا لكن يلاحظ بان هناك التنمية فيه قليلة المشاريع التنموية ضعيفة المسالك الطرقية صعبة الحركة التجارية محدودة عيب وحشومة وعار ان اقليم هكذا يزهر بتروات وبسكنة ولا نفكر اننا ندعمه بمشاريع تنموية قوية وهذا من الدين لان حب الاوطان من الاديان فنسأل الله تالى لائزة ان يشافي زوجك ويجبر عظمه ويقوي شكيمته ونسأل الله تعالى ان يرزق اولادك رزقا وفيرا رزقا كثيرا رزقا طيبا اسأل الله تعالى ان يلهم المسؤولين اقامة مشاريع تنموية كبيرة في هذا الاقليم وغير الاقليم المغربية العزيزة حتى لا يضطر ابناء الاقليم ان يهاجروا الى المدن العملاقة ويزداد الاقتضاد ويترك اهلهم ودويهم وتتفكك الاسرة نسأل الله تعالى ان يرحم هذا البلد وان يلهم المسؤولين الصواب والسداد لاقامة الدين والدنيا امين يا ربي يا كريم امين يا رب اللهم امين اللهم امين اللهم امين شكرا لك للا شكرا لك للا اللهم امين للا حافظك الله وراعك شكرا شكرا للا ازا وسبح الله دمائي للا ازا كنت تكلم العربية رغم انها امازيغية من ترودانت هذا اشكال ربما بعض الناس ربما خلقهم منه اشكال وليس اشكال اللغة في المغرب جنة العزيز هي لغة الحمد لله مويسرة اللغة العربية هي ليست لغة الاستعمار العربي الذي هجم من المشرق الى المغرب كما يحلو لبعض الناس ان يقولوا بالعكس اللغة العربية لغة القرآن وهي لغة السنة وهي لغة الله سبحانه وتعالى وهي لغة اهل الجنة كما على الراجح ان شاء الله باذن الله فالذين يخلقون صراع بين اللغة العربية والامازيغية هذه حسابات سياسية وإلا فان اكتر الناس حافظين للقرآن هم الامازيغ عبر التاريخ واكتر الناس حملا للقيم الدينية هم الامازيغ واكتر الناس حبا في الدين هم الامازيغ لا اقول هذه الكلمة للتزويق الكلام او لتنميقه ابدا صدقا ويقينة حياتي التي مررتها كانت عندي علاقة كثيرة مع عدة قبائل وعدة مدن وعدة والله بدون استثناء انا لست امازيغي ولكن لو خيرني لكنت امازيغيا لما رأيت من اخلاقهم ولما رأيت من جودهم وكرمهم وتواضعهم وتدينهم العميق واصلا لا اظن ان هناك عرق في المغرب عربي خالص او امازيغ خالص منذ زمان اختلط الدم الامازيغ مع العربي وهو لك شكرنا الان الهوية المغربية احنا الحمد لله عندنا الدم المغربي اي دم عربي الا وفيه روافد امازيغية واي دم امازيغي الا وفيه روافد عربية هذا هو الشخصية المغربية ومن اراد ان يحلو له ان يخلق الصراع ما بين الامازيغية والعربية هذا كله كلام سياسي لمكاسب سياسية احنا الحمد لله كلنا مغاربة ولغتنا هي اللغة العربية التي نتعبد بها الله لغة القرآن الكريم والامازيغية حاضرة بقوة في قلوبنا وارواحنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة